باش نجم نعديوها فقول المشكلة باختصار وقول اسم رئيس البلدية واحنا نتصل بيك ونمشي معاك الى رئيس البلدية واذا فم حل واذا فم مشكلة ان شاء الله نلقاوه مع بعضنا الحل والحل لازم يكون مشترك بين كل المتداخلين لانه ساعات فما تخرج حاجات على نطاق البلدية على كل نمشي وتود سويت نعم نطل على اهم الاخبار اللي ما تروحها في الصحافة الوطنية حل الجريدة حلين الجريدة مازلنا مواصلين في ازمة التعليم اللي ضربتنا بها جريدة الصباح اللي حكيت على اه دوسي مهم جدا وصيحة فزاع حول تفشي المخدرات بالوسطة المدرسي صفحة سابعة فما ارقام مخيفة اثنين وعشرين متلم ذا اللي جربوا التدخين اثنين بالمئة منهم تعاطوا القن بالهندي والعقاقير والحبوب المهلسة والكوكاين والاكستازي راني نحكيه على ليسي ونحكيه على مدرسة يجمع المخدرات في الوسطة المدرسي بالأرقام ورقام مخيفة ادمان عند المراقين والعوامل المهيئة لها العلاج النفسي للمراقين للمتعاطين المخدرات الظروف الاجتماعية للمتعاطين والجانب القانوني لتعاطي المخدرات اهم الموضيع المطروحة خلال الندوة زادا اللي نظمها المكتب الجهوي في مشروع تونس البارح في اسفق ستنين بشاركة مع جمعية لباس وجمعية تونسية للوقاية متعاطي المخدرات والي اعطاهم ارقام اتخاوف بكل صراحة على كل نكمل ونمشيه الى دوسي زادا تطح جريدة الشروق دوسي اللي هو علاقة تونس بصندوق النقد الدولي بين الصفحة الثامنة والتاسعة هل يمكن الاستغناء عن صندوق النقد الدولي نتساءل الارتيكل ثم بعض الارقام اللي موجودة حب نتراحها معاكم خمسة بالمية هي نسبة تفاقم العجز في الميزانية العمومية ما بين الفين وعاشر الفين وثمانتاش بسبب ارتفاع كتلة الاجور واللي هي نتيجة حتمية لانتدابات عشوائية اربعة وثلاثين مليار دينار هو حجم الوعود اللي حصدتها تونس من المؤتمر الدولي للاستثمار تونس عشرين عشرين مية وخمسة وخمسين الف هو حجم الانتدابات الجديدة في الوظيفة العمومية ما بين الفين وعاشر الفين وعشرين 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 نلقى وزادة رقم واحد اخر في الدوسي هذا متاع اليوم تسعة وستين في المية من مديونية تونس تعود الى جهة خارجية حوالي نصفها من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية والاتحاد الاوروبي ميتين وثلاثة واربعين في المية هي نسبة تزيادة في كتلة الاجور خلال سنوات اللي بعض الثورة وهي نسبة كان لها تأثير سلبي في الميزانية العمومية وفي المالية العمومية اربعين في المية هي نسبة التدائن الخارجي لتونس خلال السنوات الاخيرة من نظام حكم من علي وهو رقم اللي لا يمكن انه يعكس المعجزة الاقتصادية اللي ود انصاره الترواج لها ولكن اربعين في المية هي نسبة التدائن الخارجي في وقت من علي فما برشا بهم يحكيوا اليوم وانه فما وقتها والامور طيبة وجميلة جدا ولكن لها النظام اللي كان عامل تصويرها زادة كبيرة للبروباغاندا متاعه بين بالكاشف وانه هذه كانت صورة والواقع حاجة اخرى نشوفوا مسعود رمضاني رئيس المنتدى تونسي لحقوق الاقتصادية والاجتماعية اللي يقول اعطاع زادة كيفاش يخرج من متاهة المديونية وكيفاش لازمنا نحارب الفساد اللي هو نجم يعطينا زوز نقاط في العام نمو ونجموا بالحرب على الفساد اللي ينخر معناها من الفساد الصغير الفساد الكبير نجموا نتجاوزوا المشاكل متاعنا ونحطوا الية رقابة اساسية وندعمها هي من شأنها وانه نخرجوا من عنق الزجاجة اللي طولتها علينا برشا على كل نمشي وزادة الى دراسة كشفتها كشف عليها شملت خمسمائة مؤسسة سبع وسبعين في المية من الشركات الصغيرة متوسطة تعتبر تعتبر الادارة العمومية عائق امام التطور متاحها موجود في الصفحة الثالثة دراسة هذه اللي قيمت معنتها الشركة تعتبر الادارة العمومية تمثل عائق كبير جدا مركز المسيرين الشبال والمؤسسة كونراد اندور كاز بشركة مع معهد وان توان للبحث الاستطلاعات اطلقوا دراسة كما قلنا سنوية للقياس نظرة الشركة تنسية صغيرة متوسطة ودرجة رضاها تجاه الادارات العمومية وشفنا الارقام اللي هي قلت لكم سبع وسبعين في المية من شركات هذه تعتبر الادارة العمومية عائق امام التطور متاحها على كل هذي جزءنا الول من جريدة تنسية خليني نكمل لكم مرة واحدة الامور السياسية وبعد بش نمشي للبرومتر السياسي الجريدة المغرب الصادر الشر هذي نشوفو الارقام الاخرى والاحزاب السياسية اللي في الطليعة واهم شخصيات السياسية في نواية تصويت للرئاسية النهضة والشاهدة اللي يطلبين ود السبسي من باقة وردة الغنوشي الى زيارة منغربية والعزاب صفحة الرابعة جريدة الانوار لليوم حكيت على مشروع انقاذ صناديق اللي يبحث عن تأشيرة البرلمان تقاعد 62 عام و3 نقاط اضافية في المساهمات بعد شوية نرشع لنواية تصويت في انتخابات التشريعية والرئاسية ونواية تصويت للرئاسية على ما يبدو فما تواصل الاستقطاب الثنائي هذا كلتا نرجع له بعد الفصل